اشتركوا في القناة وطلبت الجمعية العالمية لعلماء ومهن انتقراء من مجلس حقوق الإنسان بأن يقدم الوقت الكافي لللجنة العالمية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا وجاء في رسالة الجمعية أيضا بأن يضمن مجلس حقوق الإنسان لللجنة ويقدم الموارد وبشكل مكتمل والتي تشمل الدعم المالي والتقني وعلى المجلس أيضا أن يضغط على الحكومة الإثيوبية لكي تسمح بأن تجرى التحقيقات من غير أي تغييد حدودي وطلبت الجمعية أيضا بأن يسمح ويتاح للمفاوضية بأن تصل إلى النازحين من أبناء تجرى المتواجدون في دول السودان وجنوب السودان وكينيا وأغاندا وجيبوتي والذين بدورهم سوف يقدمون إفادتهم وغالت الجمعية في رسالتها أن تجرى انفصلت تماما عن كل المفاوضيات العالمية مما أثر هذا الانفصال على شعب تجرى لكي لا تنتشر المعلومات التي كان يمكن أن تعطي صورة واضحة عن كل الأضرار التي لحقت بشعب تجرى وأدانت تجميع منظمات المجتمع الدولي بما فيه مجلس حوغى الإنسان للتمييز الواضح في العرق واللون وللمكان الجغرافي في معاناة الشعوب وعلى هذا السياق قامت منظمة العفو الدولي بإرسال طلب لرئيس مجلس حوغى الإنسان بعنوان تمديد الفترة التي أتيحت لللجنة العالمية لخبراء حوغى الإنسان المعني بإثيوبيا ودعم المسؤولية لإنهاء عجلة الأعمال الوحشية وورد في الرسالة أن المنظمة وثقت على جميع الجرائم التي ارتكبت في حق الإنسانية والعنف في إثيوبيا وأن المنظمة كشفت عن العديد من الجرائم التي ارتكبت في شمال إثيوبيا وأن هذه الأعمال الإجرامية طالت إلى باقي الأقاليم وشملت اعتقالات وموت العديد في إقليم عفار وأروميا وأمحرى وفي بيني شانغل وجاء أيضا في الرسالة أن الحكومة الإثيوبية والقوات الإريترية وباقي الأطراف النزاع لم يعمل بشكل كاف ولم يتعاون في إجراء التحقيقات المستقلة التي قد تكشف على الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية وفي نهاية الرسالة طلبت منظمة العفو الدولي من رئيس مجلس حوغى الإنسان بأن يمدد الفترة التي قدمت وأن يدعم ويمول اللجنة بكل الموارد المطلوبة من أجل كشف وتوثيق كل الأعمال الجرامية التي ارتكبت اشتركوا في القناة